السلام عليكم عليكم السلام تجتهد مروى فايزولو في تعليم طلباتها أسس اللغة العربية في إحدى مدارس الآئمة والخطباء في اسطنبول هذه المدرسة واحدة من ألاف مدارس الآئمة والخطباء المنتشرة في عموم تركيا والتي تركز على تنشئة جيل متدين محافظ المستوى التعليمي لهذه المدارس المدعومة من الحكومة التركية متقدم بدرجات عن المدارس الأخرى وبالتالي فإن الإقبال عليها كبير في مدارس الآئمة والخطباء هذه تعزز القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية وتركز بشكل رئيس على التعليم الديني من خلال تكريس تعليم الإسلام وسيرة الرسول محمد إلى جانب المواد العلمية المتطورة ليتخرج الطالب متطورا جدا من ناحية علمية ومتمسكا بعادته وقيمه الدينية وبالعادات والتقاليد وزارة التربية والتعليم التركية أعلنت سابقا عن خطط لاستيعاب نحو ربع طلبة المتفوقين بالمراحل العليا في هذه المدارس المحافظة ومن المقرر وضع أفضل 10% من طلاب الثانوية في مدارس منطقات ضمن إطار جديد للقبول كجزء من تغييرات في التعليم أرادها الرئيس التركي رجل طيب إردوان الذي أبدأ رغبته مرارا بتنشئة جيل محافظ متدين مدارس الأئمة والخطباء هي فكرة نسع بشكل حثيث لتكريسها في تركيا بحسب خطة ناضحة ومعلنة لأن فكرتها منطلقة أولا من تاريخنا بحيث معزز التمسك بمرجعياتنا وطراطنا الإسلامي المحافظ إضافة لقيمنا الخاصة المختلفة عن الغير إضافة إلى أن التعليم فيها ذو جوذة عالية وبالمحصلة نهدف لخلق جيل جديد مختلف متدين ومحافظ ومتعلم لكن المعارضين لهذا التوجه يرون بأن الحكومة تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع محافظ يبتعد تدريجياً عند العلمانية من جهة وإلى إيجاد بديل لمدارس جماعة قولان التي أغلقت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل نحو عامين من جهة ثانية تفقد تركيا علمانيتها بصراحة وهؤلاء من جهتين يريدون يكسبون أصوات الشعب التركي بهذه الوسائل كلما يقربون شعب التركي من الدين كأنهم يقربون من حزب العدالة والتنمي هذه هي مشكلة الكبرى لماذا عدد حائل من مدارس الدينية بهذا الشكل نحن نقولها عندهم أهداف سياسية وليس أهداف دينية بشكل عام في تركيا وفي وقت تتمسك المعارضة التركية العلمانية تحديدا بموقفها الرافض للتوجه الرسمي بتعزيز وجود هذه المدارس ترى الحكومة بأنها وجدت بناء على رغبة مجتمعية انطلاقا من رغبة المحافظين بالتعليم الديني على وجه الخصوص على مصبحات الحرة اسطنبول